السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن ازاي انك انت تراعي الزغليل قبل الفأس وبعد الفأس فده بناء على احد تعليقات المتابعين اللي بيقول لي ان انا لسه مبتدئ وعايز اعرف ازاي ان انا اراعي الزغليل قبل الفأس وبعد الفأس اولا بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفأس يا جماعة بخمسة ايام وده لازم انت تكون حاسب معاد البيت كويس اول بيضة العصافير بعضوها انت هتقدر ان انت قبل الفأس الخمسة ايام من اول بيضة يعني هتبدأ انك انت تحط في الميا خمس نقط فلاجيل لمدة خمسة ايام وانك تغير الميا دي كل يوم وتستمر على كده قبل الفأس الخمسة ايام وبعد الفأس الخمسة ايام ولو قفتي اي مطاهر معوي غير الفلاجيل مفيش مشاكل بشري عادي بجيبه من الصيدلية بشري بيكون شراب هو للاطفال طيب بعد الفأس بقى بعد ما خلصنا البيت بدأ ان هو يفأس اول حاجة ان انت هتعملها انك لازم تزود كمية الاكل اللي بتقدمها عصافيرك يعني مثلا لو انت بتحط بلقب وفلارس فانت هنا بدلا ما كنت بتحط مثلا معلقتين كبار هتحط ثلاث معالي اربع معالي ليه لازم يكون الاكل دايما قدام الاهالي ما ينفعش ابدا في الفترة دي انك تجوع الاهالي ابدا لازم لو انت بتغيب عن البيت فترة طويلة فلازم تكون انت موفر لهم الاكل لغاية ما ترجع تاني البيت لو انت مثلا بتقعد 7-8 ساعات برا في الشغل والعصافير لوحدها مفيش حد هيرعاها فلازم هنا انك انت تراعي ان المية تكون قدامهم لازم لأهم حاجة المية ومية تكون نظيفة تاني حاجة كمان هو ان الاكل يكون متوفر دايما قدامهم كمان مهم اوي اوي في الفترة دي البيض البيض المسلوق ده مهم جدا في الفترة دي وانا بديلي الزغاليلة عندي على طول يعني يوم ويوم يوم ويوم بتعمل لهم البيض المسلوق لو انت جبت البيضية وسلقتها كويس اهم حاجة البيض تكون مسلوقة كويس جدا ما تكونش نوس سوا علشان خاطر ما تبقاش مع الجنة وفي نفس الوقت العصافير ما يجلهاش اسهال ما يحصلش منك اي انتكاسة لازم البيض يكون مسلوق كويس جدا وبعد ما تهرس البيض ممكن تقدمه عادي خالص من غير بقسمات ولا حاجة انا بقدمه للعصافير من غير ما احط عليه اي خرطة خضارة علشان خاطر ما يبقاش صعب الهضم على الزغاليل الزغيرة طبعا هنا الاهالي بيكلوا الاكل دوت وبيعود عندهم شوية كده بس في الحوايصالة وبعد ما يبدأ ان هو يتخدم بعد كده هي بتبدأ ان هي تزوء الزغاليل من الاكل اللي هي كلته طيب بيفضل في الفترة دية انك دايما تحط لهم المنقوع وانا طبعا بستخدم دايما هنا عند المنقوع اللي هو الامح المنقوع والدرر العويجة المنقوع تلازم يكون على طول دايما وكل يوم وتحط له من الكلام ده مرتين في اليوم مهم جدا هيبقى سهلة اوي ان هي تزوء الزغاليل هيبقى سهلة على الزغاليل ان يغطي يهدي من الاكل ده بسرعة وبسم الله ما شاء الله بيكبر الزغاليل بسرعة يبقى انت بتهتم بالبيض بتهتم بالمنقوع تهتم بالمية والفلاجيل قبل وبعد الفأس كمان مهم او في الفترة دية يا جماعة انك انت بالليل لازم تحط لهم لمضة سهراية يقول يعني لمضة تكون نور خافت ما يكونش نور عالي بالليل ليه علشان خاطر الزغاليل اول ما بتفقس من البيض بتزق كل ساعتين كل ساعتين الامهات او الاهالي بيعملوا ايه بيزقوا الزغاليل يعني ايه بيزقوا ديت الزغاليل معناها يعني ايه بالله باللهة الهوى عندنا الهوى الوgon رضاعة الزغاليل بيرضعوهم فطبعا الهوى ما بترضعش الثيوى بتزق الزغاليل زي الحمام كده فطبعا كل ساعتين يزقهم فما ينفعش يكون في الظلمة ضلمة يعني جانب اقول بالليل فما يقدريش انه هم يع beesعرفوا يزقوهم وكل حاجة بس هيبقى صعب عليهم وفي نفس الوقت علشان خاطر ما تدس عليهم ما يبقاش عندها مثلا كذا زغلول و تدس على زغلوت لا اما زغلول مات منها او حاجة او تعور فانت هنا احسن حاجة بتعملها انك تحطوهم نور خافت بالليل سهراية كده بالليل نور مش شديد تمام علشان خاطر يشوفوا الزغليل و يبدعوا انهم يزقوهم مهم او كمان يا جماعة انك انت في الفترة دية لما تبدأ بقى الزغليل خلاص تكبر وتبدأ ان هي تريش لكن ما خرجتش لسه من العيش لسه ما كبرتش وخرجت فانت هنا ما تديش اي مخاصبات للزكر ما ينفعش هنا ان انت تديله زنجبيل وتديله سيلينيا مكلام ده كله لا خالص ممكن تحط الفيتامينات عادي الفيتامين دوت هيساعد جدا كمان للطيور والزغليل بعد ما انت بتخلص موضوع الفلاجيل بقى في المية وكده وخلاص بتبدأ ان انت تحطوله مية عادية خالص مدة اربعة ايام بعد كده بتحط في المية خمس نقط من الفيتامونت سواني كده اجيب احطكم الفيتامونت او قد الفيتامونت دوت بشري بحطي مرضو خمس نقط في المزقة للعصافير ده بيكون مهم جدا جدا بقى للاهالي وللزغليل يعني بسم الله ما شاء الله بيحتوي على يعني كمية كبيرة او من الفيتامينات فيتامين الف ودال وفيتامين هي يعني بسم الله ما شاء الله مكمل غزاء ممتاز جدا جدا اثناء الاهالي بتزوء الزغليل طيب قلنا ما نديش مخصبات للزكر يعني ابعد عن السلينيوم ابعد عن الزنجبيل ابعد عن اي حاجة تحفز الزكر انه هو يتزوج مع الانسة علشان خاطر لسه عندهم عيالة صغيرة ما ينفعش ان انا اخلي الزكر يتزوج مع النتاية وخلاص بقى انت خلاص حفزته جامد بقى خليته عايز يتزوج فهنا هيبدأ انها يعملوا ايه يضرب في الزغليل الزغيرة ممكن يعورهم الكلام ده بيحصل في الباطجي يعني يحصلش في الكوكتيل ممكن يحصل في الروز يعني انت هنا متحاولش انك انت تحفز الزكر قوي لا انت بتدي اكل طبيعي خالص البيت عادي ده مهم جدا للام والاب عشان خاطر يزوء الزغليل المنقوع كمان الميا العادية اللي فيها فيتامين لكن ما يكونش اي حاجة فيها زنجبيل او ايه او مخصبات بشكركم جدا بتمنى يكون الفيديو عاجب حضراتكم بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته